اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اوقع ما اوقع وكان اعتذروا كنا في المنشر القتال مش مبقشت شينا مدز يحتدى به او كما يقال اخذته العزة بالاتم ما قالوا اشتركوا في القناة مخالف الاخلاق وما يمكنش القانون كما قلت اخذته العزة بالاتم اعتزى باتمه واصبح يهدده في حياته هذا هو الخطورة فامام هذا الوضع كان اما تتجيني غيقومتها اذا ارد الفيع الشخصي ندخل في العدل الخاصة وهو الشيء الممنوع تصرف الحضرين تقدم شكاية الجهات المسؤولة تقدم شكاية الجهات المسؤولين اللي خصة تقوم بالواجب دياله والقاضة قد يقولنا إلا قلنا القاضة هاد الكلام راه مباح مزيان باش مرة اخرى اي واحد نقوله راه مباح وقلنا سيدها التصر وقلنا سمح الناخص تقلع القوانين تقلع السكر العليبيين تقلع المخدلات وخليوا نسدر اللي بغات سوما خيج نعيش هالزواجية في التفكير هذا ممنوع هذا يديروا معليش هذا يديروا عليه تحتاجها غيطة ما تقوليش عنده قدال مليون تابعينهم لما تابعينوا هذا وراء تقلعوا أفلام بورو هما أكثر انتشاروا أكثر رؤية حسب الإحصائيات وراء ما ذلك يبقى منوع جميع الدول الممنوع منوع لأنه من الرجال لا يبقى ارتكابها لدينا سرقة وإلا و90 مية سرقة نقولوا فعلي مباح أبدا بالعكس ندقونا نقص الخطر ونطلع نجهو الظاهرة لأنك تخرب المجتمع سيما معنى شكو نستهدفنا هذا بالمستهدف والخطأ لم يشكله الفئة الناشئة لحدات مراهقين صور واحدة مزيعة ما قلوا أولو هاوكي شرب هاوكي كمي شوغي هنا تبايب الجريمة تعطار قصت تكون نموذة حسن ونخلص كان من الملعم تغيطات تقفى ونته تخربوا الأخلاق هذا شيء غير مقبول ما نظل ما سيقبل منه وقع شي نزيل وخطأ وقع الاعتذار وكافة ما كان مشكل ونصحوا الوضع ونستمروا وكلنا مسؤولوا لهذا وضعية وتوحد فيكم لحد أما زمقيت شخص قال لي هاوكي شخص كل يقول لأعطكم الصحة عندكم الصح شوفوا لي كومنت كلهم الناس كتستنكر يا وك لماذا هذي الناس كثير هاوكي شرط توحد ما قابله فكان لا بد ما يوضع حد لهذا الظاهرة لكي لا تنتصر ومشي غير نهات شي درابور في العالم كاملين ومعروفين كم موتكم جامعيكا منعتهم قاع إلا كانت الغنية فيها كلام ساقط أو فاعش أو يشجع الجريمة منعتهم فرنسا اعتقلتهم المغرب اعتقلوهم عدد من الدول فما ممكن شهاد السيدة لا زاد الأمر خطور من يكن ديروا في قناوة عامة أو شهاد من الأمر اللي ربما يكون تأتي الخطير شو حاليا أين وصلت مستارات يعني الدعوة القضائية نياب العمان نياب العمان نياب عمرت بيجراء بحث سوف ندر البحث لا نصقوش الأحداث ندر البحث شوفوا النتيجة المتابعة فاشتابعوه حضروا الجلسة نناقشو يجاوبو وغيرتبين الصوت بالخطأ والمحكامة حكم عجبنا الحكم فإذاك مجلس استنفوه شو النقد نحن غادين بكل حضارة بدون حقدين ولا عنفين ولا ضنمين ولا استيطار قام بمقام بقناعة نحن قمنا قمنا بقناعة تجني قام بقناعة أنا كمحامي كان لابد باش نقوم الإزارة المطلوبة مني قانوصو النقاش غايد المحامي التهويل لمحاميين وغايكون نقاش حضاري رفيع المستوى اللي غايد ننتبه البسؤولي اللي غادي يحسبو في هذه المسألة شو كان لكم أكثر في وشة صرفات الفنان ولا التهديد نحن اللي بالدرجة اللي أولى كان لوعد قل له وديهتشترى ماشي مزيان لما وعده وصبحنا في التهديد فانت دائر في علمه خالف قل لك أود دي الله هديك ما تديروش اعتادر أو صحب أو قل شي شاي شي كلام اللي يقول لا شو عن دير لك نت مزور نتك هذا لك عطاك الدوفيس قل له اعتقد دخل نفسي ماتا دخل را في شهد را خرأ تهمت خطيرا وندخل في حتهمات غا ننطيحه في مستور تصوره النتجيني وشكا يدير كان خصوية يسكت هدي يقولون أنت جبان وهدك ودلك ولا وقع تجري معاش ما بلغتش عالسيجانية انت مسؤول عن عدم تبليغ عن جينية تهديد بالقتل زيان ولا هدر خصوية هدر لما هدرش خصوية هدر كيف دي الإزراءات في دولة عندها مؤسسات كانت بخضاءات ونقدرت اللي عليا وتحملهم سؤولية طف تحصوية هدر كيف دي الإزراءات تحصوية الواجب وقناعتك وما تدخل ما جاوبوش أنا مغاش يجاوبو أنا كانت تطعي السؤال وشي يجاوبو في فيديو وقالك إننا جاوبتوا في فيديو وشي هدر ندخل معفها هدر ينطع ننسل الكلام أنا فضل ما نجاوبش ما هدرش موردك شي هو نجل القضاء محققو كيف تجاوب شي واحد لنسالك وكلام تجاوبو فيش هدقول إما غا تقوله أنا غا نهدك غا تدخل معفز المشكل كما قل المثل المغربي ندرت بحاله وما عندك باش فتو نحنا دور الضحية هو المتضرر الأول هو بلغة السلطات هو اللي مهدد في حياته وأبناعيه في بلجيكا وقال له في بلجيكا لا بخصوص تصرفات دي الفنان تصرفات الفنان مست المجتمع مست المجتمع كمتضرر عام في المجتمع ومست المجتمع في الجرائم اللي كانت ضدوه التهديد معلقة على شرط وضرر خاص به لا إحنا مشينا عد نيب العامة إحنا مشي نيب العامة ما قلنا له وديش أوقع الناشكينا بحتي بارك أنتي الجهة المسؤولة ترقي الشيكات والوشايات بحتي فيها ودينا تطبقي القانون ما قلنا له أولو شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك